طيب على ذكرى يا جماعة الإعلام المسؤول برضو أسيرت من اليومين اللي فاتوا حلقة للزميل العزيز إبراهيم فاية استضاف فيها نجم الأهل محمد مجد أفشا أثارت لغة كبيرا لكن الحقيقة الجزء المهم فيها مسؤولية إبراهيم فاية لأنه قد كده كان إعلامي مهني منضبط ما كانش بيسعى وراء أنه عايز يضرب فتيل ويشعل الأزمة ويعمل مشكلة مش يعني مستوعب جدا عفوية الضيف ومستوعب جدا أنه أفشا بيتكلم على طبيعته لا بيقصد يسيء لحد ولا إبراهيم التكة معاه على الجزئيات ديات خالص سابه يتكلم بشكل عفوي جدا شكل يمكن ناس كتيرة وقفت عند بعض الكلمات لكن خده أفشا على طبيعته هو مؤكد أنه لا يقصد يسيء ولا يقصد يقلل من حد ولا يقصد كمان زي ما البعض قال لك ده كده بيطلع أسرار الفرقة وبيتكلم على قط اللبس خالص أفشا اللي أنتوا شايفينه مع أبراهيم فاية هو أفشا اللي قبلها بيوم كانت صورته مع الترنبة في الأرض بتاعتهم مع والدته بيسع الشجر هي دي الطبيعة وهي دي البساطة وأنا بحيي أي لاعب يظهر بطبيعته وببساطته صحيح أن الكلام لما بيبقى عفوي مفهوش شوية ربط الصواميل ممكن كلمات تطلع كده أو كده لكن في النهاية تبقى البساطة والعفوية من أساس الفطرة بس أنا سمعت الأجزاء كبيرة من البرنامج يعني لو اتخضيت من رد فعل في البداية الناس بقى بتحط الملح على الجرح وقال الكلام ده وقفشا وخلص على نفسه وقفشا بعدين نبتدى يحسن نوع الإشهادة لا ده إبراهيم كان حريصا عليه وابراهيم قلق فيه في الآخر كان جميل قوي خدم الليلة كلها لو أنا شرير كنت جرجرتك في حتتان وده حقيقي وده بيشاور على الشريرين بيعملوا إيه أو الأشرار 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 بيعملوا إيه إن اكتخذك وتوجهك وتدي لك الأسئلة المسمومة وتركز معك وسبح الله إبراهيم يلقى من الإشهادة ما هو أكتر من لو كان ركب تريند سلبي أنا بقول لك أنا لما ركزت سمعت معظم الفقرات بقى من قفشا نفسه وردوده ما نزعكتش أي لأن في مجمل الكلام اللي قاله كان كلام طيب وكلام القلب وكلام يدل على فطرة ما فياش خوبس أيوة بالزبط فيها عدم خبرة بالإعلام أيوة وفيها نتيجة الأشرار قدر كبير من التربص إنك تخلق من أي حاجة سلبية شوف بيقول إيه شوف طريقته بيقول إيه ده بيلقح على فلات طول الوقت حابه ده بيلقح إنه هو لما قال أنا أعملت جون وبسيط جون بس إمام اللي خاد رجل مجرى ولا كنت أستحق طول القعدة بيقول إن أقرب واحد لي إن أحسن واحد برتاح لللعب مع إمام وكهربة والسولية يعني هو بيقول دي بحفوية بقول دي بحفوية هو حاسس إنه عمل حاجة كان متوقعا ياخد رجل وكان الكلام كله هو هو إمام ولا ولا أفشة ولا أفشة يعني مش بتكلم الفراغ وده جايب جونه صنع واحد وجده جايب جونه صنع يعني أقصد أقول لما ده جزء البشري أيوة إنك إنتك تنحزل نفسك ماشي لكن مش بغل مش بنفسنا مش بنفسنا عليه ويقوله مين أقرب ناس ليك يكرر تاني فلان وفلان ومن ضمنهم إمام وقالك الموم ما ما طلعتش من الفريق وبعد ذلك إنت أحصل لعيب آه في كام ماركز عشرة آه ما قالكش يعني نحن عايز أقول إيه يا جماعة خلاص نقوله مش كل الناس هتعاملك زبرين فاي تكير هو قال له قال له أنا بحبش هطلع ومش هطلع بعد كده ما حد آه واخد بالك حاس حاس إنه هو بي يعني بريب بيحاولي لم أو بيواجه حنكت وبعدين هو الحلقة ماشي كويس وترند مش محتاج إنك توقع واحد عشان تطلع على أشلاقه ولا على جمجمته اللي ناس اللي انزعجت بالعكس أنا شايف مجموعة وقال النادي الأهلي وقال أنا كنت عامل إيه وأنا مستني وقال لك خمس ساعات قاعد مستني بس الأهلي قال له كل شيء يقول لك هيكلموك هيقول لك هيمضوك وكان قاعد في الجراش مستني وانا قاعد ياريت أكمل وبطر في الأهلي طيب ما هو وما هو يعني يعني ما قالش ولا حاجة إلا بتعكس امتنانه لوجوده في النادي الأهلي تقدير حتى المدربين ويقول له مين من التلاتة قال له التلاتة 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 بين وبين حتى لما حصلت المشكلة قال له الناس متصورني بتقولي إن أنا عليك لكن أنا اللي بين وبين مصر هو فاهمني وانا فاهم هو فاهم إن أنا مش قاض لي لك أكتر حد تطورني دفاعيا كولر وبعدين رجع رد بعفية هو جراديويلة بيخلي الناس كلها تدفع يعاز يقول برضو إن أنا بتحسبوهش عليها سلبية قوي إن أنا ما عنديش المهارة الدفاعية يعني هو عاي يقولها لكن الناس هتاخدها في سياق تاني أنا بقولك اطمنوا قفش إنسان سليمي الطوية سليسا لا ما تقلقوش أنا كده الناس قالت قط اللبس بالعجس لكده قط اللبس أنا اطمنت عليها لأن العلاقات كل يوم والتاني الناس بتؤكد وبيبان في الملعب صحيح نمرة ثلاثة ما تحسبوش الناس على نواياكم حسبوهم على نواياكم حلوة دي طيب